أغفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى أغفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صل عليه وسلم وبارك وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة في الله فهذا هو مجلسنا الثاني والأربعون من مجالس الأداب الشرعية والأخلاق المرضية ولزلنا معكم نتحدث سويا ونتفقها مليا أن نتصفح بعض صفحات الأدب مع الهاتف هذه الوسيلة التي أضحت تأخذ من حياتنا قسطا كبيرا فينبغي أن نأخذ من أحكامها قسطا كثيرا وإلى غاية الآن رأينا الأدب العام الذي يتعلق بآداب الهاتف ذلكم الأدب العام هو استعماله في طاعة الله تبارك وتعالى ثم عرجنا بعد ذلك إلى بعض الآداب الخاصة فكان الأدب الثاني هو تعريب الجهاز وقد أطلنا الحديث حول التعريب وحتى لا تصاب لغتنا بالتغريب وكان الأدب الثالث هو الحرص على اقتناء ما يفب الغرض من الهاتف فلا يتوسع في اقتناء ما يحتوي على تطبيقات أخرى لا حاجة له بها بل إنما فاسدها أكثر من مصالحها وكان الأدب الرابع هو مراعاة أو قاتل اتصال فلا يتصل المسلم بأخيه المسلم ولا المسلم بأختيه المسلمة في أي وقت وكان الأدب الخامس هو حسن الظن بالمتصل به إذا لم يرد على المكالمة وكان الأدب السادس هو التأكد من صحة الرقم قبل الاتصال وبينا فوائد ذلك وما فاسد الغفل عن هذا الأدب وكان الأدب السابع هو الاستئذان ثلاثا أي يتصل المسلم بأخيه المسلم ثلاث مرات متفاوية طبعا يجعل فاصل زمني بين هذه المحاولات ثلاث مرات ولا يزيد على ذلك حتى يمضي وقت قياسا على آداب الاستئذان والزيارة والمحادثة التي رأيناها وفصلنا القول فيها قلنا دائما العلماء يقيسون ما يستجد من الأحكام والنوازل على ما هو مبثوث إما في كتاب الله أو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو في مصنفات العلماء نظير هذا قياسهم أحكام السيارة التي مستحدثة على أحكام الدابة التي معروفة لدى العلماء وكان الأدب الأخير الذي تطرقنا إليه في المجلس الأخير هو السلام قبل الكلام وأنه لا ينبغي للمسلم أن يقع فيما وقع فيه الأوائل من بني إسرائيل الذين قال الله تعالى فيهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير وكان العاقبة وخيمة فغضب الله تعالى عليهم وأنزل عليهم الذلة وقال فيهم ما تعلمون لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يستبدلون تحية الإسلام وهي السلام بكلمات مستحدثة مثل كلمة هالو التي بينا أنها استحدثت في أوائل القرن التاسع عشر فاليوم إن شاء الله تعالى نكمل جملة من هذه الأداب ولعلها تكون الحلقة الأخيرة للحديث عن آداب الهاتف الأدب الذي نتطرق إليه اليوم وهو الأدب التاسع وهو الإفصاح عن الاسم التعريف بالنفس عند الاتصال فبمجرد ما تجد المتصل به قد رفع سماعته أول شيء كما اتفقنا عليه هو السلام قبل الكلام ثم يأتي بعد ذلك التعريف بالنفس أنا أخوك فولان طبعا إن عرفك من مجرد صوتك أو كان اسمه مسجلا على شاشته أي ظهر اسمك على شاشته وعرفك وظهر لك أنه قد عرفك فهنا لا داعي لأن تعرف بنفسك لكن أحيانا لا يتعرف عليك فبعد السلام يأتي التعريف بالنفس وهذا يدل عليه ما روى البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في دين يقضى ليقضيه عني لأن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وهو ابن عبد الله ابن حرام الذي استشهد يوم أحد مات أبوه وترك له تسع أخوات فكان يحتاج إلى من يعينه على سد نفقاتهم وركبه دين فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليعينه على قضاء دينه فاستأذن السلام عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال من ذا فقال جابر أنا كما يقول يفعله كثير من الناس أنا فقال أنا فقال عليه الصلاة والسلام أنا أنا قال كأنه كاره ذلك فلا يكفي أن تقول أنا بل تذكر اسمك وأقبح من هذا من كما ذكرنا في أدب الاستئذان ليقول أفتح أولا واحد بعض الناس ربما في الهاتف يبقى يطيل في الكلام ويقول أما عرفتني حاول أن تعرفني كيف لم تعرفني خم قليلا فكر هذا كله إضاعة للوقت وإزعاج للمتصل به والشيء الذي يحز في النفس هو أنك إذا ذكرت للناس أن من آداب الغرب من الأخلاق التي يتربى عليها الغربيون من الصغر أهو التعريف بالنفس الهاتف مجرد ما ترفع السماع أول شيء يقوله يعرف باسمه هما طبعا معهم لا سهلا لا شيء أول شيء معك فلان فإذا ذكرت هذا ونسبته إلى الغرب صفق له المصفقون ورضي به المستغربون ولكن إذا ذكرته أن هذا من أصل ديننا وأنه من خلق نبينا صلى الله عليه وسلم طارى كثيرا من الناس يتقاعسون في امتثاله والعمل به فالإنسان يرجع إلى هذه الأخلاق الطيبة التي جاء ذكرها في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنها تدل على كمال عقل الرجل وتدل على ذوق رفيع وخلق بديع إذن هذا الأدب التاسع وهو الإفصاح عن الإسم أن تعرف بنفسك بعد السلام وقبل أي كلام ثم يأتي بعد ذلك الأدب العاشر ألا وهو أمر مهم جدا لابد من ذكره وهو أن لا يطيل الإنسان في المحادثة من غير حاجة عدم الإكثار من الحديث في الهاتف من غير حاجة لأن في ذلك إضاعة للمال وأبشع منه وأفضع منه إضاعة للأوقات وإضاعة الوقت أشد من الفوت يعني إضاعة الوقت أشد من الموت لأن الموت يقطعك عن الخلق والفوت اللي هو إضاعة الوقت يقطعك عن الحق فبعض الناس ربما رأى مسوغا في الحديث عن طريق الهاتف أن يطيل الكلام وأن يأخذ في كل ما هب ودب من الحديث فهذا خطأ والنبي عليه الصلاة والسلام كم في الصحيحين قال إن الله كره لكم ثلاثة كره لكم ماذا؟ ثلاثة إضاعة المال وكثرة السؤال لاحظ كل هذه سترد في الهاتف إضاعة المال وكثرة السؤال وقيل وقال هذه الآفات الثلاثة كلها ترد في المحادثات الهاتفية اليوم قيل وقال أسمعت ما قيل وسمعت ما قال وأنا أقول وأظن أنني أقول والأمر الثاني إضاعة المال وبعض الناس السذج وهذا لابد أن ننبه عليه ما ينبغي لنا أن نكون سذجا أن يجي حدثك ويطيل في الكلام بحجة يقول لك باطل أنا نتكلم باطل كيف باطل يقول لك أنا اشتريت بطاقة بالمبلغ الفلاني فيمددوا لي المكالمة إذن ليست باطل مدام تفعت مال ليست باطل فقط هي من سياسة وضع التسعيرات فقط وقعنا في فخها هذا مال وينبغي للمسلم أن لا يكون من المسرفين المبذرين والله تعالى قد وصفهم بأبشع الأوصاف فقال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا والآية وجه الاستدلال بالآية ليست فقط في التشبيه تشبيه العمل المبذرين بإخوان الشياطين بل من سياق الآية رب سبحانه وتعالى قال قبلها وآت ذا القرب حقه والمسكينة وابن السبيل هذه من فضاء الأعمال وآت ذا القرب حقه والمسكينة وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا يعني في عمل الخير لا تبذر تبذيرا فكيف في عمل غير ذلك فالمسلم عليه أن يحفظ ماله ولا يطيل في المكالمات ويحفظ وقت أخيه ووقته ويحذر الوقوع في القيل والقال هذا أيضا ينبغي الحذر منهم كذلك من آداب الهاتف أن نحذر من رفع الصوت وكنا قد تحدثنا عن هذه القضية قضية رفع الصوت في مجالس سابقة في آداب الحديث والمجالسة ولكن يكثر رفع الصوت كثيرا في هذه الوسيلة الهاتف ويستقبح الأمر في موطنين اثنين أود التنبيه عليهم لذلك أعدت ذكر الغضل من الصوت كنا تحدثنا في مجالس سابقة بينا أن العرب كانوا يظنون ويحسبون أن من كان رفع الصوت فهو أعز الناس وأكرمهم فالله تعالى قال إن أنكر الأصوات الصوت الحمير لو كان شيء يكرم ويعزز من جهر صوته لكان الحمار أعز المخلوقات وأكرمهم فالمسلم علي أن يبتعد عن رفع الصوت في غير الهاتف ولا في الهاتف لكن في الهاتف النار الأمر يستقبح بشدة في موطنين اثنين الموطن الأول في بيوت الله فبعض الناس يتحدث في الهاتف في بيوت الله عز وجل التي أمرنا بتعظيمها وحرص على هيبتها وكرامتها فيرفع صوته بحجة أن المتحدث إليه لا يسمعه فإذا كنت ترى أن صاحبك لا يسمعك فاخرج خارج المسجد وأكمل محادثتك ولا تضر بشيء من آداب الإسلام والأمر الثاني وهو يتعلق يعني التنبيه الثاني هذا يتعلق بحديث المرأة في الهاتف وهي ترفع صوتها وهذا لما كان يحتاج إلى شيء من التذكير أرجئه إلى حين بعد فاصل قصير ثم نعود إليكم جزاكم الله وخيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفة أما بعد فنكمل الحديث عن آداب الهاتف وكنا قد تكلمنا قبل قليل عن الأدب العاشر أو الحادي عشر وهو اجتناب رفع الصوت في الهاتف ونبهنا على أمرين اثنين الأول اجتناب رفعه بحجة الحديث عبر الهاتف في المسجد في بيوت الله عز وجل والشيء الثاني الذي أود التنبيه عليه وهو لأخواتنا المؤمنات فالمرأة الأصل فيها الأصل فيها ألا ترفع صوتها فمبناها على الحياء والستر ثم هي الأصل أنها لا ترد لا ترد على الهاتف خارج بيتها أو خارج مكان يحفظ لها حياءها لماذا لأن مبناها كما ذكرت على الستر وعلى الحياء هذه هي الأنثى مبناها على الحياء والستر وإذا أرادت المرأة أن تتذكر هذا الخلق الرائع وهو الحياء الذي هو من شعب الإيمان وهو يتأكد في حق المرأة أكثر من الرجل فعليها أن تتذكر شيئا واحدا عليها أن تقف الآن معنا قليلا وتنظر إلى القضية المصيرية في حياتها وهي الزواج الزواج قضية مصيرية للأنثى فانظروا كيف جعل الله تعالى إذنها في قضيتها المصيرية قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن إذن البكر كيف نعرف أنها راضية فقال إذنها صمتها أي صمتها سكوتها هو إذنها سبحان الله فهذا يدل دلالة واضحة لا تقبل المجادلة ولا المناقشة في أن أعظم الصيفة للمرأة الصالحة هي حياؤها فكيف بعد ذلك وهي تمشي بالشارع تسمع رنة الهاتف وترد وتحميله وتلفت الأنظار إليها فهي بهذا الفعل تلفت الأنظار إليها إن أخطأت المرأة إن خالفت هذا الهدي إن لم تقتلع بما قلنا فعلى الأقل إن ردت على الهاتف خارج بيتها أو في مكان عام مثل الحافلة فعليها أن تخفض من صوتها يعني ارتكبت الخطأ الأول لا ترتكي بالخطأ الثاني وهو رفع الصوت فبعض النسوة هداهن الله يتكلمن مع المتصل بهن وكأنها بين محارمها فيستمع الجميع إلى حديثها فعليها أن تتذكر قول المولى عز وجل فلا تخضعن بالقول هاو الخضعان بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض الله تعالى يريد منك الحفاظ على كرامتك وعرضك وسمعتك وطبعا ليس صوت المرأة ليس عورا المرأة لا أن تتحدث إذا كان لحاجة أو ضرورة لكن من غير حاجة ولا ضرورة فيعتبر خضوع يعتبر خضوعا بالقول ولكم أن تنظروا في الفقه الإسلامي إلى حكم معروف لديكم إن شاء الله لو أخطأ الإمام في الصلاة كيف يفتح عليه المأموم إن كان رجلا فإنه يسبح سبحان الله أما المرأة لا تسبح إنما تصفق لماذا؟ لماذا لم يأذن الله تعالى لا بالكلام في أرقى المقامات في أعظم العبادات لأن حديثها لا ينبغي أن يسمع صوتها من غير حاجة ولا ضرورة فالمرأة إذن باب أولى التي تتربع على هذه الأحكام تتذكر أنه لا ينبغي لها أن تتساهل وترفع صوتها ويتحدث بالهاتف أمام الأجانب فيطمع الذي في قلبه مرض هذا أدب رفيع أردنا الوقوف عنده ومن آداب الهاتف التي ينبغي أيضا تذكير أنفسنا بها والتذكير إخواننا بها وهو اجتناب استعمال الرنات الموسيقية التي تحتوي على موسيقى وهنا أصابنا داء عضال وهو التساهل بأحكام الله الكبير المتعال هناك تساهل فاضيع في هذا الباب نرى أن نشاهد بعض المقاطع الفيديو مثلا مرئية بحجة منفعة وبحجة أنه يضحك مع أنها تحتوي على موسيقى تساهلنا في هذا الأمر بعض البرامج التلفزيونية تبدأ بموسيقى تحتوي في قلبها على موسيقى تنتهي بموسيقى تساهلنا في هذا الأمر الآن أتى دور النغمات الموسيقية فبعض الناس ربما يحمل نغم موسيقى ويجعلوها في هاتفه مع أن الموسيقى محرمة باتفاق أهل العلم ولم يشذ إلا ابن حزم رحمه الله وابن طاهر والنص على خلاف قولهما العبرة بالنصوص لا بأخطاء العلماء وزلاتهم كيف نترك نصوصا في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم نتبع قول غير الله تعالى وقول غير نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم كن ذلك الرجل الذي يعترف أنه خطأ ويستغفر الله لكن لا توبح ما حرم الله الذي يبيح ما حرم الله ليقولك هذا حلال ما فيش مشكل هذا ارتكب مخالفتين وقع في المعصية وأحل ما حرم الله لكن قل عفى الله عنا وغفر الله لنا تقصرنا ونسأل الله الهداية لأفضل من أن توبيح ما حرم الله فإن الله تعالى قد حرم هذا الغناء الذي غاز ديارنا وبيوتنا وغرف نومنا فإنه قد حرمه في مكة ثلاث آيات في القرآن الكريم تحرم الغناء في مكة يعني قبل تحريم الخمر لأن الخمر حرم في العام العاشر من الهجرة حرم الغناء في مكة لأنه خمر النفوس وذاك خمر العقول يصب سكر ثم تفيق بخلاف الغناء فإنه يأتي ويجلب على نفسك شهوات الدنيا ونزواتها وما يغر الشيطان أتباعه بها وأكد النبي صلى الله عليه وسلم وما تحريم آلات الطرب آلات الغناء هذه لآلات الموسيقية أكده في الحديث المعروف صح البخاري فقال عليه الصلاة والسلام لا يكونن أقوام من أمتي أقوام من أمتي يستحلون الحرة الحرة هو الزنا الفرج والحريرة لباس الحريرة للبسه الرجال والخمر ويسمونها بغير اسمها والمعازف فهذا حديث محكم صحيح لا غبار عليه فينبغي للمسلم أن يذعن لأحكام الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ الخلق مقالة فالمسلم عليه أن يجتنب هذه النغامات الموسيقية ويزداد الأمر قبحا إذا كانت هذه الرنات الموسيقية يسمع صداها في بيوت الله عز وجل الأدب الثالث عشر وهو أن بعض الناس فر من شيء محرم وهو استعمال الرنات الموسيقية فوقع في شيء أيضا لا ينبغي أن يفعله يكره له ذلك وهو الأدب الرابع عشر وهو اجتناب استعمال آيات الله من القرآن الكريم وألفاظ الآذان رنة موسيقية فبعض الناس ربما يستعمل آية قرآنيا رنة لهاتفه أو ألفاظ الآذان يستعملها رنة لهاتفه فهذا فيه محاذير المحذور الأول أن القرآن لم ينزل لهذا القرآن ينبغي أن يعظم كما بينا هذا بالتفصيل في الأدب مع كلام الله الله سبحانه وتعالى أنزل علينا القرآن الكريم ليكون كتاب هداية ليكون كتاب نور وبيان وشفاء للناس لا لأن يكون كتاب تنبيه لا ليكون رنة تنبيه لمكالمة أو غير ذلك فإن بغي أن يعظم القرآن وينزل منزل منزلته العظيمة التي أنزله الله تعالى إياها أنت تأتي إلى القرآن وتستعمله رنة ثانيا المحذور الثاني أنك قد ترد على المكالمة والآية لم تكتمل فيكون المعنى ربما فاسدا فين بغي المسلم أيضا أن يحذر من الوقوع في هذا كما يعني هذا مخرج على أحكام تلاوت القرآن العلماء يكرهون الوقوف على جزء من آية لم يتم به المعنى فكذلك أن الرنة الهاتف تستعملها آية تضطر إلى إيقافها دون أن تكتمل الآية كذلك ألفاظ الآذان مرة إنسان يوقف الآذان لما قال أشهد أن لا إله ورد الهاتف إذن هذا صار يدعو إلى الإلحاد برنة هاتف فلا ينبغي للمسلم أن يقع في مثل هذا المحذور الثالث وهو الاستيهان بالقرآن الكريم قد يرن هاتفه وهو يحتمل ويشتمل على كلام الله عز وجل أو ألفاظ الآذان وهو في مكان لا يليق كالمرحاض ونحو ذلك من الأماكن التي ينبغي أن يصان كلام الله تعالى عنها إذن هذا الأدب الرابع عشر أما الأدب الخامس عشر وهو أيضا مهم جدا وهو الحذر من استعمال مكبر الصوت دون علم المتصل فبعض الناس يتصل به أخوه فإذا به يستعمل مكبر الصوت أمام أصحابه أمام رفاقائه فيستمع الناس إلى حديث المتصل وهذا ذنب شنيع فإنه قد مر معنا في آداب المجالسة أن المجالس بالأمانة المجالس بالأمانة نعم تستأذن بمجرد ما تريد أن تستعمل مكبر الصوت تستأذن قال يا أخي هل أستعمل مكبر الصوت معي فلان وفلان تسمي من معك هذا هو الأدب تسمي من معك لأنه ربما لم يرد أن يستمع أحد إلى حديثه فهذا أيضا من الأخطاء الشائعة والأدب السادس عشر وهو الحذر من تسجيل مكالمة المتصل دون علمه لا بد من الاستئذان وإلا فإنه يعد من تتبع العورات والتصيد الزلات والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تؤذ المؤمنين ولا تتبع عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله ولو كان في عقر بيته يفضحه الله عز وجل فالمسلم لا يسجل مكالمة أحد إلا بإذنه واناهيك عن أولئكم الذين يتصلون بأهل العلم والدعات ثم يسجلون مكالماتهم ثم ينشرونها لتحدث فتنة لا قبل لهم بردها والأدب التاسع عشر الذي نتحدث عنه وهو الحذر من الوقوع في مصايد القمار طبعاً طبعاً هو لا بد من مقدمة لهذا الحديث المسلم ينبغي أن لا يكون ساذجاً ينبغي أن يكون فطناً ذكياً المسلم كيس فطن لا كيس قطن ينبغي أن يحذر من الوقوع في هذه الحبائل التي يستعملها أرباب الأموال وأصحاب التجارات والمنتوجات ونحو ذلك فيرسلون إلى أصحاب هذه الهواتف النقالة الجوالة هذه شارك في كذا واستعمل كذا تستقبل هدية بكذا والجميع يشارك في ذلك وهو لا يدري أنه أنزل نفسه منزلة البقرة الحلوب فينبغي للمسلم أن لا يكون ساذجاً لا يشارك في مثل هذه الدعايات وهذه الأفكار التي ترسل إليه على هاتفه أما القمار الصريح سؤال يطرح لتجيب لتأخذ جائزة فهذا قمار وميسر والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا سبق أن يحرم جعل ثمن مسابق لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر النصر لهو السهام والرماح أو خف لهو خف البعير والحافر حافر الفرس الأمور التي تعين على إعلاء كلام الله وإعلاء شريعة الله نعم نجعل فيها مسابقة وجائزة للمسابق أما غير ما يعلي كلام الله وغير ما يعلي شريعة الله فيحرم المشاركة فيه وأنبه إلى أمر أخير يتعلق بهذا أن لا يكون المؤمن ساذجاً لا تشارك في ذلك الشريط المعروف اليوم على القنوات الفضائية شريط الرسائل لا تشارك في أي قناة إنما شارك في القنوات ذات رسالة الهادفة الصالحة لكي ينتفعوا بما تشارك به من مالك أما أن ترسل بهذه الرسائل على القنوات الفاسدة فإنك تسهم وتشارك في هدم معالم الحق وما يصلح وما يصلح بالخلق نسأل الله تبارك وتعالى أن يحلينا بهذه الأخلاق وأن يبعد عنا أسباب الانحراف والشقاق إنه أكرم مسؤول وأعظم مأمول ونقف عند هذا الحد وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله لأنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله قد فيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحويه نزقى وجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقى حسن